كل سنة وانت طيبين ورمضان كريم لأغلى حاجة بحياتي بالكوب ده ان شاء الله هنحرق وحنفتت الدهون الموجودة في منطقة البطن وكمان هتغسي يعني هتغسي طول شهر رمضان هنشرب الكوب ده الكوب ده جميل جدا وطعمه لذيذ بفيتته بقى ان هو بيحرق الدهون الموجودة في منطقة البطن ان شاء الله ونتيجته سريعة جدا جدا هنعمل مع بعض المشروب ده وتأكدي ان هو مجرب ونتيجته فعالة ده غير ان لو عندك دهون في منطقة البطن بتنزل بسرعة وكمان الناس اللي وزنها زايد ان شاء الله بكمان بينزل الوزن بسرعة ولو انت بقى فشان رمضان استخدمته على طول مش هتحس بجوع مش هتحس بعطش كمان بيسد الشهية بيخليك ما فيش قابلية للأكل وحنعمل المشروب دلوقتي مع بعض يلا بينا ونشوف ايه مكوناته عشبة جميلة جدا جدا وفعالة وان شاء الله الوصفة انا طبعا مجرباها وتعارفين ما بنزلتش وصفة لما بكون متأكدة منها عشان تجيب معاك ونتيجة بإذن الله انا هعمل معاك ودلوقتي اول وصفة والوصفة دي تحفة جدا جدا وطبعا جابت نتيجة كويسة جدا جدا معايا لما استخدمتها لان الوصفة دي بجد بتنزل الجسم خاصة لو انت بقى فيه تراغولات وكمان في فترة الصيوم دي حاولي ان انت تستغل الشهر ده ان انت تنظمي وقتك وان ان انت تخصي بكل سهولة طبعا كلنا الاغلبية مننا بيشرب الشاي بس انا النهاردة هقولك بقى لو انت ما بتشربش الشاي هقولك على وصفة تانية هنعملها برضو هناخد الكوب بتاعنا كده الوصفة دي بتحرق الدهون وكمان التراغولات اللي بتبقى موجودة في الجسم هناخد معلقة واحدة من الشاي وطبعا يفضل ان انت تتقليه شوية وما ينفعش ان احنا نضيف سكر للوصفة بتاعتنا دي لان السكر طبعا زي ما احنا عارفين بيعمل دهون وكمان بيزود الجسم فلو انت حابة تحليها حليها بالعسل بس انا ما بحبش اعمل اي وصفة واضيف عليها سكر الصراحة تمام؟ معايا هنا زي ما قلنا كوباية من المعلقة من الشاي وهبدأ اضيف عليها مكون موجود عندنا كلنا في البيت برضو بصوا هندي بتستخدميه في الشربة فده احنا هنستخدمه النهاردة لحرق وتفتيت الدهون بصوا ده الحبهان طبعا كلنا عارفين ايه الحبهان كلنا هحتاجوا حباية واحدة من الحبهان اهو بس حبدأ افتحها كده بالشكل ده اهو بصوا بقى الحبيبات اللي جوه دي كلها هي دي اللي انا هاخدها بس مش عايزها تقع مني اهي بصوا الحبيبات دي بقى دي اللي انا هستفاد بيها النهاردة في الوصفة بتاعت دي بتحرق الدهون بطريقة رهيبة جدا حتى ما تيجي تعمل الاكل حاول تحطي من الحبان وحاول ما تفتحيها يعني ما تفتحيها حاول ما تحطهاش مقفولة كده حضيف معلقة اه حضيف الحبوب دي كلها اهي بالشكل ده تمام ومعايا بقى هنا كمان برضو ورق اللوري او الورق الغار برضو كلنا بنستخدمه في الشربة ومتوفر عندنا طبعا كلنا هناخد ورقتين كده هتكسريهم بالشكل ده اهو حسا اقول لكم لما مشيت على الوصفة ديت يعني اسبوع والهي واحدة برضو صاحبتي مشيت عليها بالزبط عشر ديام وجابت معاها نتيجة كويسة جدا جدا بعد ما اضيفت المكونات دي بقى هبدأ اضيف معايا هنا الميا المغلية طبعا واهم حاجة بقى اعرافي ازاي هتستخدمي في شهر رمضان يعني حاولي بقى زي ما قلتلك تنظمي وقتك كده عشان الوصفة تجيب معاك نتيجة هنقلب طبعا بصوا بقى تقل معايا خالص ازاي طبعا مش هنشربه وهو اه اول ما نقلب كده لأ لازم تسيبيه علشان يخرج شوية اه وحنغطيه وحنسيبه يعني ممكن تسيبيه ربع ساعة او عشر دقايق مش لازم تشربه سخن بس اهم حاجة لازم تسيبيه علشان الوصفة معانا تجيب نتيجة تمام هنشربه امتى بقى هنشربه ان شاء الله بعد ما يعني بعد ما تفطري اشربي على طول الوصفة بتاعتنا دي وبعد الصحور برضو اشربيها لو عرفت تشربي في نص الوقت برضو ما بين الصحور والفطار اشربيها كمان مرة بجد هتشوفي بقى يعني حرق وناس في للدهون ان شاء الله من الوصفة بتاعتنا دي وبتجيب نتيجة طحفة جدا جدا بإذن الله دي كانت اول وصفة معانا عايزاكي بس تمشي عليها وقليلي رأيك في الكومنتات لان الوصفة دي مجربة والناس يعني مقربين ليا قوي قوي برضو عملوها زي ما انا عملتها وجابت نتيجة معايا هعمل دلوقتي بقى معاكم وصفة تانية الوصفة تانية دي برضو حلوة جدا جدا لو حبيتي تعمليها برضو اعملي مرة كده ومرة كده هتجيب معاك نتيجة يعني ممكن تغيري الطعم يوم تعملي دي ويوم تعملي التانية الوصفة التانية بقى يا بنات معايا هنا الكوب برضو بتاعي دوت والوصفة التانية دي برضو زي ما قلتلكو طعمها لزيز جدا ومكوناتها برضو مدوفرة عندنا في البيت هابدى اضيف معايا هنا نص معلقة كبيرة من القرفة او الدارسين زي ما بنسميها في اي دولة معايا هنا برضو زي ما انتوا شايفين كده معايا لمونة انا هاخد بس نص اللمونة ديت واعصرها في ناس بقى يعني اللمون ما بتبقاش حباه في الوصفة بتاعتنا ممكن ما تستخدميش اللمون بس اللمون برضو يعني مفيد جدا 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 للوصفة بتاعتنا دي تمام هابدى اعصر بقى كده نص اللمونة بالشكل ده وهنضيف المية وبالنسبة للتحلية ممكن تحليها بعسل الناحل بلاش نحلي خالص بالسكر يا بنات اي وصفة نعملها بلاش نحليها بالسكر تمام انا هخلص الوصفة دي معاكو بسرعة عشان هقولك برضو الناس اللي عندها اجناب اه اللي عندها اه يعني دهون في منطقة الجنب في البطن البطن مو ترهلة هقولك على كريم حلو جدا جدا انا جربته وبجد بيحرق الدهون اللي في البطن وكمان بيشيل الزنود وناتجته كويسة جدا ده بقى المشروب التاني ممكن نعمل ده يوم وده يوم او لو انت مش حابة تعمل القرفة باللمون ممكن تعملي ده يعني المهم من المشروبين دول بجد يعني طعموهم جميل جدا جدا وانا شخصيا جربتهم ولو انت حابة تعملي الشاي اعملي زي ما قلنا بالطريقة ديت حيجب معاك نتيجة حنعمل دلوقتي بقى الكريم والكريم ده لنسف منطقة البطن اللي بيبقى فيها دون وترهولات يلا بينا هنعملها مع بعض دلوقتي انا معايا هنا الطبق ده بصوا ده اسمه الشفان الشفان وده بيكون شكله اهو ده شكله اهو لو حد مش عارفه كل انا هحتاجه معلقة من الشفان ده ليه بقى عشان الشفان ده مفيد قوي قوي للمنطقة اللي بيبقى فيها دهون وترهولات فانا هاخد معلقة منه بس معلقة مطحونة يعني هتطحنيه كويس قوي في المطحنة لو انت مش عندك مطحنة ممكن تخلي العطار يطحنه لك هاخد معلقة واحدة هي مطحونة من الشفان تمام وكمان معايا هنا معلقة من الجنزبيل البودر بالشكل ده تمام هضيف بقى عليهم هنا الكريم ده زي ما قلنا للمنطقة اللي فيها دهون وترهولات هضيف برضو معلقة من زيت الزيتون تمام طبعا حسب قوام الوصفة لو احتاجت هضيف تاني اكيد هرحتاجها لان المعلقة ده صغيرة هنقلب برضو اهو بصوا انا عايزة سايل كده مش عايزة يكون متماسك قوي بالشكل ده اهو ازاي بقى هستخدمه هنعمل ايه اول حاجة معايا هنا ده خل التفاح خل التفاح ده هستخدمه ازاي بقى قبل ما ابدأ الوصفة دي هناخد من خل التفاح مثلا معلقة كده اهو وهضيفها في الطبق بتاعي كده اجيب انه شوية تمام وهنيجي بقى عند المكان اللي انا عايزة ازيل منه الترهولات والدهون هجيب معايا قطنة اهو وهبدأ اغمسها كده في الخل وهاجي عند المكان وابدأ امسح الاول بالشكل ده تمام اهو المكان اللي انا عايزة ازيل منه الدهون وبعد كده هكون محضرة الزيت او الكريم بتاعي اللي انا ضيفت عليه زيت الزيتون ده وابدأ اخد منه بقى ودهن منطقة البطن بالشكل ده او الزنود او الاجناب وافرد الكريم كده اهو وهنسيبه لمدة ساعتين بس يفضل ان احنا ندهنه ونلفه بالبلاستيك يعني متسيبهش المكان عريان كده لفيه بالبلاستيك وان شاء الله اسبوع واحد وهتشوفي بقى مفيش لا ترهولات ولا فيه دهون ولا فيه اجناب والواصفتين يعني الواصفة دي تحفة جدا 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 بس اعمل الخل زي ما قلت لك الاول يارب تستفادوا بالفيديو بتاعنا النهاردة الواصفة سهلة وجميلة وان شاء الله نتجيتها حلوة وزي ما قلت لكم بنجرب الواصفات قبل ما ادهن لكم عشان تكونوا متأكدين انها بيجيب نتيجة باذن الله ما تنسوش حبيب تشجعوني باللايك واشتركوا معيها في القناة وان شاء الله اصرفكم في فيديو جديد باي باي اشتركوا في القناة